لازم نكون مؤمنين يعني إيمان كامل إن القانون ده أنا بعتبره من أحسن القوانين وأهم القوانين في فصلة الشرعي ده أهم القوانين أهم القانون أيفاً؟ ليه؟ لأنه بيعالج مشكلة حقيقية هيريح الناس؟ مع الناس وأولاً يعني هبتدي من نهاية اللي قاله المؤمنس معتز أنه أيوة كل ناس عايزت الصالح اللي قولي ليه؟ عايزت الصالح أيوة يعني مرة في لجنة الممسلت الوزارة العدل بتسأل قلت لها ست النائب تتعاقل الحكومة ده مش هتعمل أنت عايز إيه؟ قلت لها أنا مجبر أنه أنت تصلح مع الحكومة قالت ليه هي الأسباب اللي خليك نقلت أنه نحن تتجبر أنه نصلح مع الحكومة قلت لها رقم واحد فيه واحد غالبان بنى ببلوك وبيته ممكن يقع ووصل مية وكهربة وصرف طب عايز يبني خدهم توصيل رسمة ولا؟ خدهم بخالف خدهم بخالف بسرعة بسرعة هو واحد مبسوط قوي دفع وبنى عماره سابت دور الأرض فاضي ليه عشان يعمل لي ابنه مصنع أو يعمل له حاجة مش هيعرف يعمل ترخيص لأن المبنى مخالف يبقى مجبر أنه يتصلح مع الحكومة رقم واحد رقم اتنين اللي بنى مخالف في وسط بأراضي الزراعية ده بيجاره كتلة سكنية بتعادي عايز يبنيل أولاده عشان يجوز أولاده هيعمل ايه؟ لو هده مش عارف يبنيه فمجبر أنه تصلح مع الحكومة ألت أشكر قيسات النايب اتوضحته الأمور أنا معك فيه ممثل وزارة الدخلية نفس الكلام يعني كانت اللجنة بتجيب كل الممثلين الجهات في اللجنة سنتين ونصف فان ديبنا ناقش فاسق أو تنت سنين يبقى إذن دي الشق التاني الشق التاني اللي أنا برد برضه على محمد بيه مش كل القرى فيها سكن اجتماعي 90% من القرى مصر مش فيها سكن اجتماعي صحيح طيب النهاردة سكن الاجتماعي حضرتك بيكلف الدولة طيب طيب ديكي بقى حاجة تانية السروة العقارية اللي في بصرة دي دو مثل ايه مش اقتصاد دولة طيب قمنا وزلنا غير مخالف زلنا كل العقارات النتيجة ايه لا أحمد بيك كمان هنا عايزين نتكلم اقتصاديا هتحطون فين لا ما اقتصاديا فيك كماني هنا اتكلم في كل حاجة هنا اتكلم في كل حاجة اقتصاديا ها خسار للدولة لن تتخيل طيب رقم اتنين الناس دي هتروح فين طيب اما تحدثنا واتكلمنا مع السيد رئيس الوزراء والسادة المسئولين ايه اللي بقول وزير السكن طيب السروع القرى ده دي حكا الكامل مصر فوق الخمسمائة مليار جيني هيدخل خزينة الدولة فوق الخمسمائة مليار انا بقول لحضراتك ها رقم بتقول لي رقم انا بقول لك فوق الخمسمائة مليار ها ليه التعدى على تلتمائة وستين الف فدان شوف زمان يعني شوف بقى ده شق تاني اللي هو تلتمائة وستين الف فدان شوف الأرقام على حسب اللجنة الجلسة العامة مع اللي تفع مع عبو تزبي وعلاقي بيتفعوا انهم يعني يعودوا مع في مجلس مع وزارة الاسكان عشان نقلل المبالغ احنا مع المواطنين ومع صالح المواطنين ولازم نبقى معهم في حيث ان احنا نوز لكن في النهاية اي ان كان مش اقل من خمسمائة ستموت مليار طيب دول خمسمائة ستموت مليار مش اضافة للخزينة للخزينة عشان نعمل ده خدمات عجزة وتعمل خدمات طيب ده القانون ده برضو ما اقترحت داخل الاجلاج ده ان احنا ناخد جزء من المخلفين داخل المدن انما جاء تعمل بنية تحتية عملتها على خمس دوار ترخيص في الحي اتبانى 12 دور زي ما اقول باعة الزجون يوبى اذا البنية التحتية البنية التحتية ايوه فان أنت اخطأت يوبى لازم تتحمل البنية التحتية اللي انا عملتها انت اللي تعملها على حسابك اللي هو صاحب العمارة يدفع التي في البنية التحتية البنية التحتية دي سي لا ما اج leave me انا واسق مية في مية انا باسقل سوائل انا بأقل معليك southern식 я yeйجاوبك انا باسقل ما هو وارد مواطن يقول لك ما عايش يا فندي ما جاوب يا فندي ما قول لحضراتك عايزيني يفرق في حاجتين المباني او المساكن كل واحد عايز في اللغة اللي احنا موجودين فيه والوضع اللي احنا فيه ما فيش حد مش عايز الصالح اي انسان عايز يسيبنه لابنه عايز يسيبنه لابنه عايز يسيبنه لابنه عايز يبقى خانوني عايز يسيبنه لابنه عايز يسيبنه لابنه